السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع هذه السلسلة سلسلة القصص القصيرة البسيطة اليوم سوف نرى نص صغير بعنوان مونكي نعم كالعادة سوف نقوم بقراءة أولى باللغة الفرنسية فقط بعد ذلك سوف نقوم بقراءة ثانية باللغة الفرنسية أيضا لكن مع الشرح جيد فلنبدأ على باركت الله مونكي le premier dimanche de juillet Pascal accompagné de son ami Christian est allé rendre visite à l'oncle Victor les deux enfants doivent traverser une partie de la ville en attendant l'autobus ils vont faire une petite promenade sur la place du marché que de bruit que de cris que de monde les voilà bientôt si intéressés par tout ce qu'ils voient autour de qu'ils ont vite oublié l'heure aussi lorsque l'autobus arrive Pascal et Christian sont loin manqué dit Pascal et bien tant pis nous continuerons à pied manqué جيد كانت هذه القراءة الأولى عفوا الآن سوف نقوم كالعادة بقراءة ثانية مع الشرح العنوان قلنا هو manqué manqué هنا في هذا النص جاءت بمعنى غاتي عندما كما هو حال صديقانا في هذه القصة عندما تكون بانتظار شيء ما أو تريد عمل شيء ما و فجأة يفوتك هذا الشيء تفوته يمكن أن تستعبع العبارة مثل هذه manqué أو غات كأنك فوتته جيد سوف نفهم جيدا عندما نشرح النص قلنا le 1er dimanche 2 juillet الأحد الأول من جوية يعني من شهر جوية Pascal accompagné de son ami christian Pascal accompagné يعني مرافق معه صديقه son ami christian يتالي يتالي رندر رندر رزيط لانكل Pascal يتالي رندر رزيط دهبا لكي يزور الام Victor لانكل Victor جيد قلنا المدينة يجب عليهم المرور وقطع جزء من المدينة يعني لديهم مسافة سوف للوصول إلى العم فيكتور يجب عليهم المرور وقطع جزء من المدينة يعني وفين تدار الحافلة التي سوف تقطع بهم هذه المسافة في المدينة الحافلة التي سير كبون en attendant l'autobus l'autobus والحافلة ils vont faire une petite promenade ils vont faire une petite promenade سوف يقومون بنزها جولة promenade هي جولة أو نزها une petite يعني نزها سغيرة أين؟ sur la place du marché sur la place du marché المقصود بها هي ساحة السوق كما تلاحظون في الصورة الطفلان هما الآن واقفان أمام بائع السمك ذلك السوق قد يكون فيه خضر لحم فواكه ملابس ممكن أن تجد فيه أي شيء هذا هو السوق هما يتنزها في أين؟ في ساحة السوق que de bruit que de cri que de monde يعني que de bruit يعني هنا يقول الكاتب الكثير من الضجيج le bruit هو الضجيج الكثير من الصوراخ الكثير من الناس من طبيعة الحال سبق لكم دخلتم أسوق السوق ماذا تسمع فيه؟ تسمع فيه فقط الضجيج والصوراخ الباع يسرخون بأتمنة سلاعهم والكثير من الناس لهذا قلنا que de bruit que de cri que de monde لفوالا بيانتو سي انترسي بارتو سي انترسي بارتو لفوالا بيانتو يعني وما إن لفوالا بيانتو وها هما يعني بيانتو يعني في وقت قليل سي انترسي يعني مهتمان كثيرا ومنتبهان وتم تارس فضولهما بارتو سوك يل بيكول ما يشاهدان لأن السوق فيه أشياء مختلفة وكثيرة بارتو سوك يل وعط ده يعني بيكول ما يشاهدان حول هما autour ده كيزان فيد أبلي لدارجة أنهم نسوا الساعة يعني كم الساعة نسوا أنهم يجبوا أن ينتبهوا للساعة لكي لا تفوتهم معفوان الحافلة aussi لوسك لوتوبوس آغيف باسكال والكريستيون سان لون غلقوا أيضا عندما وصلت الحافلة لوسك لوتوبوس آغيف عندما وصلت الحافلة باسكال والكريستيون سان لون باسكال والكريستيون كانا بعيدا لأنهما في جولتهما لم ينتبه للوقت واستمر في التجول حتى بتعادا منكي آه غطي كنا منكي مثل غطي يعني فوتنا الحافلة باسكال عفوان إي بيان تانبي نو كنتنران أبي يعني إي بيان إذن تانبي كأنه يقول لصديقه كريستيون لا تهتم نو كنتنران أبي يعني سوف نكمل على قدمين يعني أنهم بدلا من أن يقوموا بهذه الرحلة في الحافلة سوف يذهبون على أقدامهم جيد كانت هذه هذا هو نص اليوم وهذه قصة اليوم ممتعة أيضا كالعادة الكلمات المدونة باللون الأحمر سوف نشرحها هي الكلمات المطلوب منكم أن تدونوها وأن تتذكروها ولما لا أكتبوها في مذكراتكم الكلمة الأولى هي جوي جوي وهو شهر من شهور السنة وهو شهر يوليوز يوليوز كلمة سنة يعني هذا اللي كي نعبّرها عن يعني هي كلمة تستعمل مع كيف أقول لكم ستن برنو بوسيسيف برنو بوسيسيف يستعمل يستعمل للتعبير عن الملكية نقول هذا هو المعنى ديالسن لدينا أيضا تخافرسي تخافرسي يعابر وقطع ومر تخافرسي العبور المدينة ومن طرف إلى طرف قلنا لوتوبوس وهو الحافلة نعم بروي كلمة بروي تعني الضجيج الضجيج بروي كري كلمة كري تعني الصراخ الصراخ لورسك تعني عندما أوسي لورسك لوتوبوس لوتوبوس قلنا هي الحافلة والكلمة الأخيرة وهي كونتونيران يعني نتمم أو نكمل كانت هذه الكلمات التي رأيناها باللون الأحمر التي يجب أن تتذكرها أظن بهذا الشكل شرحنا كل شيء ولم يبقى سواء أقول لكم لا تنسوا تشارك رابط الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفئة إذا إن شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء